والفنون التي وصلتنا بالعالم كله لم تراقب هم حدا راقب الرسامين الكبار ولا حدا راقب الشعراء الكبار على ليقدموه من منتج إبداعي اي مصبوط بس هون شي تاني هون في مشاهدة انتي عم تتقدم بشي عم شوفوا ابن العشر سنين واثنى عشر سنين والست بالبيت وولادها والشوخ والكبار والزغار هدا الشي هننا عم ترضو عليك لتشوفو انا مال مضطر اعمل هيك لحتى تشوفوا العالم ما بدي انا اعمل هيك بس مثل السينما انت رايع انت خطرت السينما بس هلا ما في دون انت تروح عم شوف كل شي بيه بس انت عميل رقابة على بيته انا هذي اللي بعملوه انا حكالي احد فنانين انو والله انا ما بخلي بناتي يشوفوا مسلسل سوري لك هدا شي بضرنا هو ممثل هو ممثل وما بيخلي بناتوا يشوفوا مسلسل سوري ايه حتى اعماله ما بخلي شوفوا حتى اعماله ليه ليه هيك شي مشان الرقابة يعني رقابية ايه مشان الرقابة فهذا الشي كتير مهم نحنا ما نضع نسيء لمجتمعنا بدنا ان نربي مجتمعنا على القيام الاحلاقية مو على هالاشياء اللي عم نشوفها اليوم اللي فلتت طارت فوق الرية ما نك راضي على اللي عم تشوفه انا هذا رأيي ايه اعم نحكى عند رأييي انا بش هذا رأييي انا اللي اشتغلنا بهذاك الايام انا بتذكر كنا حتى الرقابة كانت تمنعنا انه الواحد يشعل سيجارة بالمسلسل تمنعنا انه مثلا يكون في شوية تياب مفتوحة تياب مفتوحة للسيدات يعني طبعا بي بحدود ايه هلأ ما في هكش يعني كله بتلاقي لحاله عم يشتغل معنو هلأ في مخرجين وفي شركات عم يعانوا من الرقابة كمان عندهم تحفظات على الرقابة هذا هو هذا اللي بناينا احنا التحفظ الرقب المخرج وبعدين مو بس المخرج الممكن المخرج صور اي شي شافو بس شركة الانتاج اللي بدأت صورة المسلسل هي المسؤولة انت لازم تحفظ شركة الانتاج تشوف العمل بالأكد رقابة صارت عم تدور على شغلات تانية تكون رقيبة عليها غير هاي المواضيع للعلاقة بالمسان باللباس يعني عم تدور على امور تانية ثغرات تانية بيتركوا هاي الامور ماشية يعني الاولويات الرقابية تغيرت لا ما تغيرتها هي هاي بالذات بس ما عادوا اهتموا فيها ما عادوا اهتموا فيها هي دا الجزئية مرحل 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 م